عشر أطفال مشاهير تعرضت حياتهم المهنية للتدمير هوليوود تعتبر واحدة من أفضل المناطق التي يوجد بها المشاهير حول العالم حيث لو تمكنت من أن تكون نجما مشهور فمن المؤكد أنك ستأمل أن تذهب لهذا المكان ولكن الحفاظ على هذه الشهرة وعلى النجاح يعتبر أمرا مهما للغاية ولا يمكن إهماله خاصة لو كنت طفلا ومشهور فهذا يعني أنك يجب أن تحافظ على هذه الشهرة حتى لا تتعرض حياتك للدمار مثل النماذج التي سنعرضها عليكم اليوم هذا يعني أن حياتهم ومهنتهم كانت على المحك نتيجة لعدم قدرتهم على الحفاظ عليها لذا نحن هنا اليوم سنعرض عليكم عشر أطفال مشاهير تعرضت حياتهم للفشل عشرا ستيفن أنتوني لورينز هذا الطفل نال شهرة كبيرة واسعة حينما تمكن من لعب دور كبير في هذا المسلسل الذي نال إعجاب الكثير من الناس ومن ثم تمكن من المشاركة في العديد من الأشياء الرائعة والأعمال الكثيرة التي مكنته من أن يحقق نجاحات وشهرة واسعة حتى أن العديد من الناس كانوا يعشقونه ويتابعونه في كافة أعماله التي كان يقوم بها هذا بعد أن تمكن مجموعة من الناس من نشر العديد من الصور له ونرى فيها أنه تعرض لتغيير كبير للغاية في هيئته وفي شكله حتى أن شعره قد اختفى كثيرا وهذا جعله يكون مختلفا للغاية عما كان يعرفه الكثير من الناس قديما هذا جعل الكثير من الناس يصابون بالدهشة من التغير الكبير الذي طرأ عليه وهذا ما جعله يكون مختلفا بدرجة كبيرة تاسعا وينونا رايدر هذه الممثلة حققت شهرة واسعة للغاية كما أنها أصبحت من أفضل الممثلات في وقتها لهذا كان هناك الكثير من الناس يهتمون بها وبأخبارها ويتابعونها كل يوم ولكن بالرغم من ذلك تعرضت لموقف جعلها لا تكون مشهورة للغاية وكان يعتبر وصمة عار لها حيث أن الكاميرا التقطتها وهي تقوم بسرقة خمسة آلاف دولار في ملابسها دون أن يراها أحد وهذا جعل الكثير من الناس يصابون بالدهشة حينما تمت محاكمتها على هذا الشيء كما قيل أنها كانت تحت تأثير كبير من المخدرات هذا يعني أنها كان لها مستقبل رائع للغاية لكنها دمرته بهذا الشيء مما جعل الكثير من المتابعين لها يصابون بالدهشة ولم يتمكن أحد من تصديق هذا الأمر ولهذا تعرضت للفشل في حياتها بعد أن كان لها مستقبل مشرق هذا الممثل يعتبر من أشهر الممثلين حول العالم وهو صاحب شهرة كبيرة واسعة بين باقي الممثلين حول العالم بدأ مسيرته المهنية وهو ابن 19 عاما أي في عام 1981 ومن ثم شارك في أعمال كثيرة للغاية من ضمن هذه الأعمال فيلم مهمة مستحيلة الذي حقق نجاحا وشهرة واسعة ونال أعجاب الكثير من الناس وأثناء تصوير هذا الفيلم تعرض طائرين للموت في حديث هذه الطائرة في كولومبيا حيث كانوا يصورون هذا المشهد لكن الطائرة تعرضت للتخطم على الفور مما جعل الكل يصاب بالدهشة والفزع من هذا الحادث ولهذا كان يولام توم كروز والمخرج على ما فعلوه على هذا الحادث وهذا كان يعني أنها أكبر كارثة تعرض لها توم كروز في حياته حيث أن هذا جعل الكثير من الناس من عائلة هذان الرجلان يطالبان بحقهما في موتهما وهذا أدى لجعل شعبية توم كروز تصبح أسوأ بكثير بعد أن كان قد حقق نجاحا كبيرا للغاية في حياته من خلال الأفلام التي شارك بها طوال مسيرته المهنية سابعا شيا لابوف هذا الشاب تمكن من القيام بتأدية أدوار كثيرة للغاية وهو طفل وهذا ما جعله يحقق نجاحا مبهرا منذ أن كان صغيرا كما أنه تمكن من القيام بعمل أدوار كثيرة ونالت شهرة واسعة وجعلته قادرا على أن يحقق نجاحات كبيرة في حياته وهذا ما جعله ينجح في حياته المهنية ولكن بالرغم من كل هذا تعرض للفشل في حياته في عام 2014 حيث أنه تعرض لأن يكون متهما في جريمة وهذه صورة له في المحكمة حيث أنه كان من الصعب عليه للغاية أن يتم تداول هذه الصور له وهو بملابس غير أنقة والشرطي يمسكه بهذه الطريقة ولهذا تعرضت حياته للفشل بعدما كان يتمتع بالنجاح فيها من قبل هذه الفتاة من أصغر الفتيات في عائلة كارداشين وتنال شهرة وإعجاب الكثير من الناس ولكن بالرغم من هذا إلا أنها ارتكبت خطأا كبيرا للغاية في حياتها في هذا العام حيث أنها قامت بعمل إعلان لشركة بيبسي مما جعلها تتعرض للإهانة في هذا الإعلان حيث أنها كانت تسيء لقوات الشرطة في هذا الإعلان مما جعل الكثير من الناس يعترضون على هذا الإعلان ولهذا اضطرت الشركة إلى أن تقوم بمسح هذا الإعلان على الفور مما كان يعتبر وصمة سيئة للغاية في تاريخها المهني وسبب لها الفشل والغريب أنها لم تعتذر هي الأخرى على هذا الشيء مما جعل الكثير يظنون أنها متكبرة ولا تقبل الاعتذار على الخطأ الذي ترتكبه ولهذا لم تتمتع باحترام الكثير من الناس وهذا ما جعلها تخسر الكثير من معجبيها بالرغم من كونك تكره هذا المغني أو لا فلا شك أنه حقق نجاحا وشهرة واسعة للغاية اشتهر في بداية حياته حينما كان ابن 16 سنة فقط ولكن الآن أصبح هذا الشاب يعاني كثيرا في حياته نتيجة لما كان يقوم به من أشياء تعبر عن مدى حماقته وسوء تصرفه حتى أنه أرد أحد المعجبين أن يلتقط صورة معه لكنه أخبره أن يفتعد عنه وتركه ورحل على الفور بعد أن استضم به بالسيارة وهذا يعتبر تصرفا سيئا للغاية ويعبر عن مدى حماقته في هذا الشيء حتى أنه قال أنه بعد هذا التصرف لن يحبه أحد ولن يتعامل معه أي شخص بلطف وهذا ما يعبر عن فشله في حياته بعد نجاح كبير هذا الشاب يعمل مغني وهو لطيف للغاية ولديه وجه بشوج وحسن كما أنه معروف عنه أنه يكتب أغاني رومانسية رائعة لكن في الحقيقة أن هذا الأمر مختلف للغاية حيث أنه ذات مرة أراد أحد المعجبين أن يحصل على تذكار من هذا المغني بالإمضاء الخاص به لكن آدم قال له أنا لا أعطي تذكارا للحمقة مما جعل الكل يندهج من هذا التصرف الذي يدل على التكبر كما أنه كثيرا ما يعيب على الأشخاص ويتصرف بطريقة تعبر عن مدى حماقته وتكبره وهذا ما جعل الكثير من الناس يرفضون هذا الأسلوب وهذا أدى لخسارة معجبين هذه الممثلة بالرغم من كونها مشهورة للغاية إلا أنها تسيء استخدام الكلمات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أن هذا يجعلها كثيرا ما تستخدم ألفاظا غير مناسبة بالمرة حيث نجدها كثيرا ما تقول كلمات لا تليق مما جعل الكثير من الناس يندهشون من مدى تدهور أخلاقها بهذه الطريقة ولهذا خسرت الكثير من متابعيها بعدما كانت تتمتع بشهرة كبيرة ورائعة للغاية ثانيا جوليانا روز مالريو من المؤكد أنه في طفولتك شاهدت هذه الطفلة وكنت تستمتع كثيرا بأعمالها الفنية الكارتونية التي كانت تقوم بها ولكن بالرغم من هذا إلا أنها تعرضت للقبض عليها مرة عديدة نتيجة لإدمانها وتعاطيها للمخدرات وبالرغم من أنها أخبار مؤكدة إلا أنها قالت أن هذا أمر غير حقيقي بالمرة هل هذا أمر حقيقي فعلا أم أنها مجرد إشاعات؟ لا أحد يعلم الحقيقة حتى الآن ولكن هذا جعلها تخسر أغلب معجبيها هذه الفتاة كانت رمزا للبراءة والطفولة عام 1998 ولكن بعدما مر عليها الزمان أصبحت تهتم بالغناء وكانت تنشر الكثير من الصور لها وهي في وضعية غير محترمة وهذا جعل الكثير من الناس يصابون بالدهشة وهذا لأنها قديما كانت بريئة وأنيقة لكن حينما كبورت قامت بعمل أشياء غريبة للغاية هذا كما أنها قامت بحلاقة شعر رأسها بالكامل ذات مرة وحواجبها مما جعل شكلها مخيفا للغاية وهذا جعل الكثير من متابعيها يندهجون من هذا التصرف وجعلهم يتجهون في النهاية للبعد عنها وعن متابعة أخبارها مما يعني أنه في النهاية لم تتمكن من الحفاظ على هذا النجاح الذي تمتعت به في بداية حياتها وانتهى بالفشل من هو أكثر شخص مشهور نال دهشتك في هذا الفيديو؟ أخبرني في التعليقات ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد نراكم في الفيديو القادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة